وبعد هذه المقابلة رح يقدم لنا المصمم أحمد مناور بعض الطرق لترتيب الاكسسوارات في مناطق مختلفة موجودة في أي بيت في هذا الترتيب قرر يستخدم طاولتين بنفس الحجم بنفس الشكل على سجادة قريبة من لونهم كان عشان يبرز الاكسسوارات تأكد أنه يختار اكسسوارات لونها قامج بالبداية بمقاسات مختلفة لكن تأكد أن يكونون متشابهين على كل طاولة بالنهاية كسر التناظر باستخدام بازة واحدة مختلفة اللون بمقاس كبير أما بالتصميم الثاني فهو مختلف تماما حب أن يكسر اللون الرمادي والأخضر باستخدام طاولات لونها برتقالي فاقعة وهم أول اكسسوار حطه في لون البرتقالي أو ستايل البوب أرت وطعمها باكسسوارات عالية فيها لون الأخضر متقارب بلون السجادة وبالنهاية ما ننسى أنه دائما نحط أشياء واطية مثل الصحون أو الكتب أما آخر تلثين فهو مفضل لي شوفوا شون حط المصمم أحمد سجادتين فوق بعض متقاربين باللون لكن مختلفين بالمقاس لكن استوحى ألوان الأكسسوارات من اللوحة اللي حطها وراء القنفة استخدم أكثر من أكسسوار بمقاسات مختلفة لكن متشابهين باللون والنقشة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر